امبارح الاهلي زي ما قلنا والاهلي حقق المطلوب انا حفضل اقول هذا الكلام مش انا دايما لما اجي اتكلم مع حضراتكم هتكلم بمنتهى الوضوح لن اتكلم في شيء اخر انا هتكلم ان احنا حققنا المطلوب وقدرنا نسعد للدور النصف النهائي بعد ان تغلبنا على سنبل تنزاني اللي كان اقل فنيا من النادي الاهلي طيب بعيدا عن الاداء اللي احنا بنعمله وبعيدا عن اداء النادي الاهلي في هذه المباراة احنا عملنا اللي احنا عايزينه وصعدنا وفي انتظار تحقيق ان شاء الله الصعود الى المباراة النهاية من خلال نادي سانداونز طيب امبارح كان عندنا اهدار للفرص حرم الفريق من الفوز بيعجب ان يتم علاج هذا الامر كلنا متفقين كلنا كاهلوية متفقين على هذا الامر كلنا كاهلوية شايفين ان هذا الامر في مشكلة عندنا هيتحل ازاي؟ هيتحل بالتركيز الزيادة اللي حيحصل خلال المباراة القادمة مش عايز نتكلم كتير عن اللي فات خلاص لازم نقفل ملف هذه المباراة انا مش متعود كسبنا خسرنا تعادلنا يعني احنا قليلة ما بنخسر لقدر الله او بنتعادل او بنخرج من بطولة الحمد لله والشكر لله دايما الناد الاهلي بيبقى نظروا الى كاس البطولة فعشان كده كسبنا بطولة تاني يوم بنقفل الملف لقدر الله خسرنا بطولة تاني يوم بنقفل الملف وبننظر للقادم عشان كده ملف مباراة سينبا لازم نقفله ونبدأ التركيز في المباراة القادمة امام سانداونز مباراة صعبة جدا 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 اصعب من مباراة سينبا اصعب من مباراة سينبا بكتير عارفين حضراتكم ان المواجهات الاهلي وسينبا دائما لها طبيعة خاصة فريق اللي بيحصل يعني على راحة خلال الفترة اللي فاتت لو تاخد بالك الاهلي لما يحصل على راحة ولا سانداونز بالمناسبة عشان كده انا بقول لحضراتكم ان المباراة دي صعبة جدا 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 النهاردة بالمناسبة بمناسبة الراحة الفريق حصل على راحة النهاردة وبكرة هيبدأ التجهيز لمباراة يوم الحد الفريق هيتدرب صباحا وبعد التدريب هيبدأ رحلة الصفر الى جنوب افريقيا في بعثة برئاسة المهندس محمد سراج قضو مجلس ادارة النادي الاهلي الجميع على قلب رجل واحد الكل بيبحث عن شيء واحد فقط وهو التأهل الى المباراة النهائية وتحقيق نتيجة ايجابية في بريتوريا لتسهيل مهمة النادي الاهلي في مباراة العودة المقرر لها يوم واحد نوفمبر المقبل بمشيئة الله تعالى على أستاذ القاهرة ترجمة نانسي قنقر